السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق للدرس الأخير في الوحدة الثالثة المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث في طبعته الجديدة محيط المربع والمستطيل والمثلث إذن الأهدف التعلمي من هذا الدرس أتعرف مفهوم المحيط أحسب محيط المربع والمستطيل والمثلث أحل وضعية المشكلة بتوظيف قاعدة حساب محيط المربع والمستطيل والمثلث إذن أول شيء أن تعرفوا عليه هو أن تعرفوا محيط المستطيل محيط المربع ومحيط المثلث إذن ما هو محيط المستطيل محيط المستطيل هو الطول طول زائد العرض في إثنان لماذا؟ لأن الطول كل دلعين متقابل متقيسين هالدلع قده الضلع طول زائد العرض في إثنان في الزوج إذن بي تساوي أ زائد بي في إثنان محيط المربع محيط المربع الضلع زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع أو الضلع في أربعة إما كنقوله الضلع زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع أو لا كنقوله الضلع في أربعة A زائد A زائد A زائد A أو بيان A فوكات محيط المتلت محيط المتلت المجموع الأضلع A زائد B زائد C إذن في حديقة المنزل راقب حمزة وأخته نادا مسارد عصوقتين على إطارين الأول مستطيل والتاني متلت إذن نادا وحمزة في الحديقة المنزل بإطارات الثاني عبارة عن متلت إذن المستطيل قياس 6 سنتيمتر قياس 3 سنتيمتر بالنسبة للمتلت كل دل قياس 3 سنتيمتر كيف سنحسبه إذن ضع سوقت حمزة لنحسب المسافة ضع سوقت حمزة ضع سوقت حمزة ضع سوقت حمزة اخطأها تمشت على الإطار متلت إذن الضلع زائد الضلع إذن ماذا نقوله 3 زائد 3 زائد 3 تساوينا 9 9 سنتيمتر أو نقول ماذا نقول 3 ثلاثة 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 المرات أو ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تساوي 9 إذن ضع سوقت نادة ضع سوقتنا هذا الطول 6 سنتيمتر والعرض 3 سنتيمتر إذا ما نكتبه 6 زائد 3 زائد 6 زائد 3 كانت تساوي 6 زائد 3 9 6 زائد 3 9 زائد 9 18 أو نطبق القاعدة اللي كتقول لنا A زائد B في 2 إذا 6 زائد 6 زائد 3 في 2 6 زائد 3 في 2 كم تساوي تساوي 6 زائد 3 9 9 في 2 18 سنتيمتر إذا لنكمل بما يناسب ضع سوقت هي التي قطعت أطول المسافة إذا عندنا ضع سوقتنا 8 سنتيمتر ضع سوقت الحمزة 9 سنتيمتر إذا شكل الأطول هي المسافة اللي قطعت ضع سوقتنا إذا ضع سوقتنا هي التي قطعت أطول مسافة تمثل المسافة التي قطعتها ضع سوقتنا محيط المستطيل محيط محيط المتلت محيط المتلت أتمم ملأ الفراغ وأحسب محيط المستطيل إذا محيط المستطيل كما نقول كل هذه العين متقابلة متقيسة إذا 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر إذا القاعدة إذا شكتقول أ زائد بي فوى دو في اثنان إذن 5 سنتيمتر 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 انا 5 زائد 3 8 8 جوج 16 ذاك شريك يخرج النفل الجامعة نضربه في اثنان 16 سنتيمتر اتمم ملء الفراغ واحسب محيطة المربع اذا المربع الجميل اضلع متقيسة اذا 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر اذا 5 اربع مرات الجميع اربع المرات 5 زائد 5 زائد 5 مجموع الاضلع 5 زائد 5 زائد 5 5 زائد 15 زائد 15 جائد 15 20 اذا هي ضلع في اربعة 5 في اربعة ضلع في اربعة ضلع في واحد جوج 6 اربعة اذا 5 في اربعة تساوي 20 سنتيمتر اذا اذا معجمي محيط مربع مستطيل 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 ضلع مستطيل طول لانجر عرض لغجر قياس مزيغ وهذا القاعدة ضروري انكم تحفظوها محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في اثنان A زائد B في اثنان B تساوي A زائد B في اثنان محيط المربع الضلع في اربعة اولا نقول A زائد A زائد A زائد A B تساوي A زائد A زائد A زائد A محيط المثلث هو مجموع أضلاعي محيط المثلث مجموع أضلاعي ممكن أن يكونوا متقيصين أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع أهم شيء أن نفعل الضلع زي الضلع زي الضلع أقص كل ضلعين من أضلع المثلث وأحسب المسافة التي قطعها الفأر نحسب كل ضلع من أضلع المثلث ونحسب المسافة التي قطعها الفأر إذن أضلع هذا نحسبه شحال فيه إذن أربعة سنتيمتر اثنان سنتيمتر وأخيرا خمسة سنتيمتر إذن المحدة المثلث شكي ساوي؟ A زائد B زائد C إذن أربعة زائد اثنان زائد خمسة أربعة زائد اثنان ستة ستة زائد خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذن إحدى عشر سنتيمتر يقدر هذا بصراحة مشي خمسة سنتيمتر من هذا نعبر إذن أربعة سنتيمتر وأربعة مليمتر أربعة سنتيمتر أربعة مليمتر أربعة أربعة مليمتر إذن أربعة من دفع زائد أربعة عشرة إذن عشرة سنتيمتر وأربعة مليمتر نقوم بتمثيل هذه المسافة 10 سنتيمتر و 4 مليمتر 10 سنتيمتر 1 2 3 4 هذه المسافة التي قطعتها أبضى سوق 10 سنتيمتر و 4 مليمتر أبضى سنتيمتر سنتيمتر الجواب المناسب المحيط المستطيل لدي هنا 2 2 في العرض و 3 في الطول 2 3 5 هذه العملية المناسبة 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 نعم طول زائد العرض في 2 2 زائد 3 6 2 زائد 3 5 5 في 2 10 هذا هو الجواب هذا هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح زائد 4 زائد 4 في 2 10 زائد 4 في 2 تساوي 10 زائد 4 14 14 في 2 28 28 سنتيمتر 28 سنتيمتر بي تساوي أحصب محيط المثلت التالي إذن محيط المثلت إذن منجموع الأضلع بي تساوي 4 زائد 3 زائد 5 سنتيمتر 4 زائد 3 زائد 5 4 زائد 3 7 7 زائد 5 12 سنتيمتر الحصة الرابعة أقوم سعلماتي إذا أردت حساب محيط المربع هل يجب علي قياس جميع أضلعه لا لا لماذا لا لأن كل دلعيني متقابلين متقايسين لأن كل دلعين متقابلين متقايسين لأن 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 تساوي 4 يعني كل أضلع متقايسة أحصب محيط هذا المربع بطريقة مختصرة إذن بي تساوي 2 زائد 2 زائد 2 8 ليس 4 8 بي تساوي إذا أردت حساب محيط مستطل هل يجب علي قياس جميع أضلعه إذا أردت حساب محيط مستطل هل يجب علي قياس جميع أضلعه إذن لا يخصيش نقص جميع أضلعه لا لماذا؟ لأن كل دلعين متقابلين متقايسين هنا 12 12 4 4 لأن كل دلعين متقابلين متقايسين إذن 12 12 سنتيمتر وهنا 4 4 سنتيمتر أحسب محيطة هذا المستطل بطريقة مختصرة إذن بي تساوي 12 12 زائد 4 في 2 12 زائد 4 في 2 12 زائد 4 تساوي 16 إذن 12 زائد 4 16 16 في 2 16 في 2 32 وثلاثون 6 في 2 12 6 في 1 2 واحتفظ 3 إذن 32 سنتيمتر أتمم ملء الجدول إذن قياس الضلع المربع 4 قياس المحيط إذن 4 في 4 4 ضلع في 4 4 في 4 16 إذن 16 سنتيمتر المربع زوج قياس الضلع 5 5 في 4 20 5 في 4 20 سنتيمتر المربع الثالث قياس الضلع 10 10 في 4 40 40 سنتيمتر إذن 40 سنتيمتر إذن المربع الأول ضلع في 4 4 في 4 16 المربع الثاني قياس الضلع 5 سنتيمتر 5 في 4 20 مربع الثالث قياس الضلع 10 10 في 4 40 سنتيمتر 10 11 11 أتميم ملء الفراغ المناسب ملء الفراغ إذن عند المستطيل الأول قياس طول 4 وقياس العرض 3 إذن 4 زائد 3 في 2 4 زائد 3 في 2 إذن المستطيل الأول P تساوي 4 زائد 3 2 إقال 4 زائد 3 7 7 في 2 تساوي 14 إذن المستطيل الأول 14 سنتيمتر إذن المستطيل الثاني عندنا P تساوي 5 طول زائد العرض في 2 5 زائد 3 في 2 إذن إقال 5 زائد 3 8 8 2 تساوي 16 سنتيمتر إذن 16 سنتيمتر المستطيل الثالت عشر زائد 5 إذن P إقال 10 زائد 5 5 5 2 إقال 15 x 2 15 في 2 إذن 15 10 زائد 15 15 15 15 في 2 تساوي 30 سنتيمتر 30 سنتيمتر 30 16 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة شكرا